موسيقى تعرفنا على منظومة الفينتيليشن ايه هي الكونسبس اللي ممكن اشتغل بيها المرحلة التانية هنتكلم من دلوقتي على اللي هي الفيلتريشن ايه هي الفيلترز اللي ممكن احطها في المنظومة بتاعتي وبعد كده هناخد specific rooms ونقول ايه هي افضل غرفة لموضوع الكورونا فهنبتدي دلوقتي نتكلم ناخد جزء بتاع الاير كليننج في الاير كليننج او الفيلتريشن في سؤال بيراودنا كلنا هل الفيلاتر اللي موجودة بتقتل الكورونا وانا ما بتقتلش الكورونا نعمل ايه طيب تي محترمة يعني محددة نوعيات الفيلتريشن زي ما احنا شايفين كده ان على حسب الستاندرد بتاع الاشري اه الميرف لغاية ميرف 8 انا ما بشيلش حاجة دولا المايكرونز تا point three الوان مايكرون وده من واحد لثلاثة مايكرون وده من ثلاثة الى عشرة مايكرون طبعا دولا الارج بارتكلز فالارج بارتكلز بيشتغل معاهم لغاية ميرف 8 ده بيقدر يشيل اكتر من سبعين في المية من الثلاثة الى عشرة مايكرونز طبعا في المايكرونز الصغيرة مالوش اي تأثير بمعنى كده ان كل الفلاتر الحلوه بتاعتنا بتاعت اللي هي الـ Pre-Filters والحاجات دي كلها مش هتشيل حاجة طبعا الفلاتر بتاعت الفان كويل بالتأكيد مش هتشيل حاجة تمام؟ نبتد نخش بقى على لغاية حتى ميرف 12 ده بيشيل من point three بيشيل حوالي 35% المايكرونز اللي هي من point three لواحد واحنا عارفين او شفنا كمان ان الكورونا ده مش point three ده point one فمعنى كده ان حتى لغاية ميرف 16 اللي هو هيبا هيبا فلتر دولار ستارتنج هيبا فلتر هيبا فلتر هيبا فلتر بيشيل لغاية اكتر شوية من 95 بس اكتر من 95 معناها ان هو بيقدر يوصل لحسب الايفيشنسي بتاعته لحسب النوع الماتيريال اللي انا حطتها في هذا الفلتر اكتر من 95 ممكن يوصل الى 99 وشوية بس لما بيجي تطلع الكلام ده بيقولك انا الايفيشنسي بتاعتك كذا بتكلم على من point three point five microns طيب ادي هيبا فلتر بتكلم على الايفيشنسي بتاعته بيقول ان انا بقدر اشيل 99.97% ده معناه ايه 99.97% من ايه من sizes اكتر من point three microns اكتر من point three microns طيب الاقل من كده اللي هو زي الكورونا والحاجات دي بيعمل فيها ايه الكونسبت بتاع الهيبا فلتر او عشر رايح الومنيوم وبعد كده فيها الفايبرز اللي هي على حسب بقى تبقى very dense fibers فبي في عندي ثلاث مراحل للفلتريشن في الهيبا فلتر هما صحيح بيعلنوا ان هو ما بيشيل يعني بيقولك ده 99.97% اوكي هل بيشيل اقل من كده ولا ما بيشيلش طيب ثلاثة concept ثلاثة حاجات methods بيستغلها هذه النوعية من الفلاتر في واحدة منهم اللي هي الانترسيبشن وفيه الامباكت وفيه الديفيوجين الانترسيبشن بيتبق لأقل من 100 نانوميتر يعني 0.1 اقل للحاجات اللي هي الاقل من 0.1 مايكرون والامباكت للحاجات اللي هي فوق 1 مايكرون حاجة كده ضخمة جاية خبطة في الفلتر زي ما احنا شايفين كده فبتقف اللي اكتر من الواحد مايكرون او الاقل من الواحد مايكرون بشوية بيحصل له انترسيبشن طيب البرتيكلز الصغيرة خالص دي بيحصل لها حاجة اسمها diffusion فهو بتحصل اللي هي الاقل من 0.1 مايكرون اللي اقل من الكورونا بتحصل لها ديفيوجن جوه الهيبا فلتر فبالتالي انا قدر اي كان كليم ان الهيبا فلتر اي كان كليم ان الهيبا فلتر بيقدر يشيل برضو حاجات تخص الايه الكورونا طيب ده كمان جدول بيورينا ان من 0.3 ل 1 مايكرون وقادي من 1 ل 3 مايكرون ومن 3 ل 10 مايكرون في عندي فلتر اللي هو بيرف 16 بيقدر يوصل من 95% او افضل يقدر يشيل ال 0.3 وال 1 طبعا فيه فاكتس كتيرة ان صحيح الفلتر ده ما بيشيلش غير مش معنى انه ما بيشيلش غير نهاية المطاف لا فيه دراسات اتعملت كتير جدا منها دراسات اتعملت في ناسا على الفلتر انه ممكن بالدفوجن افكت اللي موجود جواه ممكن يشيل almost 100% من البارتيكليتز بما فيها كتير من الفلترز اللي اقل من 1 0.1 مايكرون اللي هي شبيهة بالكرونا دراسة تانية معمولة بتوصل لي ان انا ممكن اضراشيل 0.1% على الهيبا فلتر قدرت ان انا اوصل 0.01 مايكرون بالهيبا فلتر فمعنى كده ان الفلتر ده من ناحية الكورونا فيروس يمكن مش 100% لكن له افكت عالي جدا دي الريزولتس بيانت ايه حاجه الحقيقه المهمه جدا ان الهيبا فلتر حجز حجز الفيروس لكن للاسف مقتلوهش هو حفظه ويفضل قاعد جواه لفترة فيبقى مفروض ان انا لازم اعمل حاجه قبل هذا الفلتر لازم اقتل الشيء قبل ما وديه للفلتر الفلتر هيحجزه طب يحجز قد ايه هيحجز حاجه صحيه يبقى انا ما عملتش حاجه هيلاقي فرصة من الفرص ويزوغ منها او ليك الجبترية معاينة عشان كده مهم جدا الناس اللي بتركب الفلتر دي لازم يكون عندها امانة جدا في تركيب هذه النوعية من الفلتر لان ده خط دفاع رئيسي الفيبا فلتر بيتركب بطريقتين طريقة انه في والسنترال سيستم والسنترال سيستم ده سوان انا بتعامل مع غرفة واحدة او بتعامل مع اكتر من غرفة سيستم سنترالايزد فممكن يبقى بغزي اكتر من قوضة او او الوكال افشينت فلتر ان انا بحط الفلتر مخصوص بهذه القوضة لو انا بشغل اكتر من منظومة وراجع مني الهاوى وراجع على السيستم بتاعي تاني يبقى انا محتاج ان احط هيبا فلتر عندي للمنظومة اللي انا بتكلم فيها دي سموه لوكال سواء بقى لوكال ده موجود بالمنظر اللي انا شايفو ده او جوه الاسباس فانا هحط هيبا فلتر واعد ادوره فانا بشيل ال ممكن استغلها في ايدي مثلا عندي غرفة ودكتور داخل ممكن ادخل الكلام ده قبل الدكتور ما يدخل يشغل الفلتر ده جوه الاسباس وايه وبعد كده نطفي شغلنا شوية عملنا الريسيركوليشن شوية ربع ساعة نص ساعة لحسب نوعات الفلتر وبالتالي ايه شلنا المايكروبس اللي موجودة كتير موجودة في الغرفة فقللنا الانفكشن اللي ممكن يحصل حاجة دي تقولك حاجة تانية ان لو في عندك اير بيوريفاير في هيبا فلتر حاول تستخدمه في البيت حتى في القوضة العادية في اير بيوريفايرز فيها هيبا فلتر حاول تستغل هذه البيوريفاير ونتكلم عليها بعد شوية برضه ده هيبا فلتر اهو موجود في القوضة كل اللي بيعمله بيعمل ريسيركوليشن للهوا جوه الاسبيس ممكن استخدمه في اي 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 رومز عشان احسن جنرال بتاع الاسبيس ده وما رجعوش على المكان السورسز الاخرى مفروض ان انا استخدمه في كل ما هو اجزوهوست خارج من هذه الغرف الكنتاميناتد منفعشي اطرد الهوى على الهوى الخارجي وانا حاطت مش حاطت هيبا فلتر لان انا لو بطلعها طلعت مع الهوى عن طريق الريسيركوليشن بتاع الهوى ممكن افاجأ بان انا بيحصلي كنتاميشن في حاتة اخرى فيبقى كل الاكزوهوست اللي خارج من هذه الغرف المفروض ان لازم تحط عليه ايه هيبا فلتر ليبل هيبا فلتر مش بس على السابلاي زي ما الناس على كل ما هو اجزوست من كنتاميناتد اريال من لابوراتوريز معمل من منطقة بقت مهمة جدا للأسف اللي هي المغاسل بتاع المستشفيات دلوقتي المفروض كل الهوى اللي خارج فيها دلوقتي لازم يعامل كأنه انفكتد روم بتعامل مع مريض عنده فيروس مش الراجل بس بتاع الدكتور او الممرض لقد الراجل اللي بيقوم بالعملية دي لازم كمان احافظ عليه والاكزوهوست اللي خارج من القوضة دي لازم يبقى من خلال هيبا فلتر برموش كده وبس الاوضة دي صح بتبقى في البدروم ومحطش الفن بتاعتها تحت بقى بعمل برشوريزيشن لا احافظ بعمل برشوريزيشن في الدكت اللي انا حط الاوضة دي فوق وحط المروحة بعد الفلتر عشان الفلتر يبقى تحت نيجاتف برشور نوع تاني من الفلتر اسمه الاكتروستاتيك فلتر الاكتروستاتيك فلتر ده عبارة عن في حاجة اسمها اسمه اسمه كورونا ايونايزر الايونايزر نفسه اسمه كورونا ده كورونا ايونايزر بيحول الهوى او البارتيكلز بتاعت الهوى الى بوزيتيفلي تشارجد بوزيتيفلي تشارجد بارتيكلز وبيبقى فيه حاجة تانية اسمها الكوليكتور ده الكوليكتور اللي احنا بيتكلم عليه ده الكوليكتور ده انا عامل حاجة على بوزيتيفلي تشارجد على 4.5 كي فيي وحاجة نيجاتف نيجاتفلي مش هتطلها باور ففيه حاصل شورط ما بين البوزيتيفلي تشارجد بتتلمى على مين على النيجاتفلي تشارجد بليتس طيب فيه حاجة تانية اسمها الري بيلر الري بيلر ده بحط كمان فولت تانية على بليتس انبتوين بليتس دي الفولت بتاعها عالي جدا بيبقى 15 وشوية بداية من 10 او من 8 الى 15 بيبقى عندي تشارجد بارتيكلز رايحة للاخ ده او ماشية في السكة دي ماشية وبتحاول تنزل على الايه الكلكتور ده طيب في عندي كمان فولت ما بين الري بيلر ده اللي هو الاخضر بيزق نتيج الفولت بتاعه عالي بين وما بين ده بيزقه فبيحصل ايه بيزقه ناحية الايه هذا الكلكتور فبنا عندي اتنين فولت واحد فولت فور بونت فايف او فور بونت سكس او فور بونت ايت زائد فولت تاني موجود هنا في الاخضر ده بيبقى بيزق البرتيكلز الى الكلكتور كانت في مشكلة ده رسمة تاني بتوضح الكلام ده ادي اللي هي بيحصل لتشارجنج في المنطقة دي لتشارجنج ده بيروح على الكلكتور دول عايز يروح على الكلكتور وفي الري بيلر اللي انبتوين اللي هو بيزق كمان البرتيكلز على ايه على الكلكتور مشكلة الكلام ده ايه فهو بيلم البرتيكلز فبيحاول يلم البرتيكلز تمام؟ في مشكلة شوية مشاكل كانت حصلة من هذه النوعية من الفلاتر اللي هي ده شكل الفلتر ان البعض البعض ما بيلزقش على الكلكتور الكلكتور ده لانه كان متل الاول فكان ما بيحصلش البروبر البروبر اتهيرنس عليه يعني البرتيكلز ما بتلزقش على هذا الكلكتور الحاجة التانية انه لو يحصل اي فيبريشن فالممكن البرتيكلز دي تطير تاني في الهو جبه جبه راحت للانفيرومين تاني مشكلة التانية ان كان بيحصل ما بين الكلكتور والريبيلر يحصل سبارك فالسبارك ده يبقى وز الدنيا فبرده البرتيكلز ايه تجري فراحوا عاملين حاجة تانية تموديفاي راحوا جايين على الكلكتور وعملوه زي فهم وفي برس فبالتالي البرتيكلز بتيجي بتروح نزلة في ال ايه في الحاجات اللي هي الحفر دي اللي محطوطة على الكلكتور فبالتالي انما بيحصل حاجة ما بتروحش برا دراسات عملت على ما بين اول ما بحط اللي هو كورونا ايونيزر ده وعلى حسب الفيلد اللي انا بخلقه هل هو اربعة وستة من عشرة ولا هل هو بزوده الكام وعلى برضو الفولت اللي ما بين الريبيلر مع الكلكتور فلقوا ان انا كل ما بزود الفولت يعني انا عنده لما كان الفارق ما بين نقول ثمانية او ستة كان ثمانية وتمانين في المية افشنسي لما كان الثمانية دي ما بين الريبيلر والكلكتور اللي بيزود البرتيكلز على السطح ده كانت الافشنسي بتاعتي ثمانية وتمانية من عشرة فانت بتختار برضو نوعية هذا الفيلتر حاول دايما تروح لفولتج عليا لانك تبدو تقدر توصل الى حوالي تمانية وتسعين في المية افشنسي في البرتيكلز تمام؟ احد مشاكل هذا الشيء واحد مشاكل حاجات تانية كلها بتشتغل بالكهربا هنتكلم عليها برضو بعد شوية كذا الايونيزر والحاجات دي كلها بتطلع دايما اوزون عشان كده الحاجات دي بتشمل لها ريحة اوما تشم ريحة كده مختلفة في القوضة ريحة دي ريحة اوزون الاوزون ده فانتكلم عليه بعد شوية ازاي نعالجه فلازم تحط لده كمان فلتر تاني بعدين فحشة تحطه كده وتسيبه ده بيورينا بقى عندي كمان عندي الفرق ما بين الايونيزر الفلت بتاعه تأثيره ازاي على الايفيشنسي احنا شوفنا الريبيلر كان تأثيره ازاي هنا كمان الايونيزر هبص لاقي لما انا وصلت لو كنت ماشي على اربعة فلت كان الايفيشنسي بتاعتي اربعة وتمانين في المية لما وصلت الى اربعة وتمانية من عشرة وصل الى 99.1 فده في حالة في حالة ايه في حالة انا عايز اشيل برتيكلز من الهواء كتير من غير ما اصرف انرجي كتير لانه ده عبارة عن مش زي الهيبا فلتر الهيبا فلتر ده بتاعته عالية جدا فبالتالي بيزودلي الانرجي اللي انا بصرفها على المراوح بتاعتي ومعلومة مهمة جدا برضو لان الايفيشنسي بتاع الفلتر بتقل فالمفروض على فكرة في الهيبا فلتر برضو احاول اخلي المراوح بتاعتي دايما خاصة في المستشفيات ليه؟ لان الهيبا فلتر هيقللي الايفيشنسي بتاعتي المراوح مع الوقت طب ازاي اضخ الهواء بتاعي اللي انا محتاجه ومحتاجه عشرة ايريتشينج ولا عشرين ايريتشينج ولا تبقى اجيبه منين؟ فبقى لازم عندي حاجة بتزبطلي كمية الهواء اللي انا عايزها خراكة من كده فانا بجيب مراوحة تقدر تشلي الستاتيك بعد ما الفلتر داي بقى فيه مع الوقت وبحافظ على كمية الهواء بتاعتي نرجع تاني ان في حاجة تانية لقوها في الفلتر دا ان الايفيشنسي بتاع الفلتر بعد ثلاث سنين من الاستخدامه وبينه وفرق ما بينه ما بينه وبين الفي فلتر الفي فلتر العادي ان لقوا ان الفي فلتر بيبقى افضل يعني يعني الايفيشنسي بتاعت الفلتر دا بعد تسع شهور كان افضل من التشغيل كان افضل من المين من الالكتروستاتيك فلتر فبقى الالكتروستاتيك فلتر دا اخلي بالي انا مشغاله قدي ايه وفترته قدي ايه ممكن يبقى في بدايته كويس لكن بعد وقت ممكن الايفيشنسي بتاعه عشان كده ما اعتمدش عليه اعتماد كلي الشيء التاني وده من السيستمز الحديثة اللي بسموه الفوتو كاتاليست اير فلتر الفوتو كاتاليست اير فلتر دا باعتمد على خاصية جميلة جدا ايه هي ان فيه الترا فيلوت اللي هي اللايت العادي او اللايت فاللايت دا هما بيحطه فيه زي الترا فيلوت بينزل على تايتانيوم دايكسايد ريكشن ريكتورز تمام فبيطلع لي إلكترونز فدي خطوة واحد. الالكترون اللي طلع ده بيتفاعل مع الهوى اللي موجود. الهوى ده في مية. بطر في نسبة مية. فبيتعامل معها بيطلع لي هايدروكسيل. الهايدروكسيل ده بيجي على البوليوتن. وبيتحول لي الى يا اما نرجع تاني ال H2O او CO2. فده بري بروميسنج فلتر برضو. الفلتر ده احيانا بيسموه مش بس فوتو كاتاليست اير فلتر ده بيسموه فوتو كيميكال. وده في شركات كتيرة كليمينج انه هو ليه امباكت على موضوع الفلتريشن بتاع الكورونا او البارتيكولز الصغيرة. فالفوتو الكاتاليست زي ما قلنا كده بيروح على البكتيريا والفيروس وبيحولها الى بيحول حاجات الى 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 يعنيICH2O او CO2. وده بيرجع تاني مش معنى كدا انهه ات别ة السطح بتاعه حاصل من النجا بيرجع تاني يبقى زي ما هو تاني. بعد بعد الرياكشن اللي بتحصل دي ده الدرو باكس بتاعته انه بيطلع برضه لانه فيه جبت الترا فيلوت وحطيته على السطح ده فهو بيطلع لي ايه بيطلع لي اوزون في الترا فيلوت او كهروه هيطلع لي في الاخر برودكت اسمه ايه اوزون فالمفروض ان انا عشان اصلح هذا الشيء لازم اخط فلتر تاني ايه هو الفلتر التاني هنتكلم عني دلوقتي الحاجه التاني انه لو لو الباتيريا اللي جاية عندي فبيطلع لي بيعمل لي الرياكشن بتاعته بتحصل مع بتاعته بتعمل لي بتبقى هاربفول ريكشن عمره طبعا الافتراضي بيبقى عمره قليل وفي نوايات بدأت تبقى احدث شوية ان العمر بتاعها بيبقى كبير شوية شكل من الفوتو كاتاليست اير كلينر زي ما احنا شايفين كده حاطت انتيك بري فيلتر وبعد كده اا اا اعتقد ايون ايزرز فيلتر تاني و بعد كده حاطت الفوتو كاتاليست الفوتو كاتاليست ده ادي الالترا فيلوت وادي البلادز اللي احنا كان بيحصل عليها الرياكشن تمام وبعد كده بتخرج على المروحة فوتو كاتاليست made of titanium that will chemically destroy remaining organic pollutants. ده الفوتو كاتاليست يعني انا بشيل الحاجات الاولينية بفلاتر وبسيب ده كفاينال فلتر على المتبقى من الاشياء دي. في باي بولر فلتريشن ايونيزر ده حاجة تانية عبارة عن مش بتطلع او حاجة بتطلع لي ايونيزنج للهوا بتعمله جزء منه positive وجزء منه negative فبالتالي بيتجمعوا ال positive وال negative بيلموا المايكروبات وبعد كده بيتجمعوا مع بعض charge وبعد كده بحط لهم فلتر بعدهم عشان اجمع الايونيزد بارتيكلز دي. وده بردو بيبقى محتاج آآ آآ كهرباء. واللايونز بتطلع شارجينج بحول الهوى ت חي değil afterwards. الهوى نفسه بحصله تقايون فبطلع التقايون 반 30-300 رحصة يحصل الى الشحن موجوع بيبقى تلتميت ثانية وبعد كده بتشيل اللي تشارجين تاحه في التلتمية دول بكون انا قدرت ايه اشيل البرتيكلز وخرج من عندي اللي هو الايونز الثانية الزيادة اللي هي بتاعت الاكسجن اللي بتخشه على الهوى العام بتحسن لي من الايونز اللي موجودة في الهوى تحسن لي ازاي من الايونز اللي في الهوى الايونزر بيطلع من تسعمية الى الف ومية نيجاتيف ايونز ومن الف الى الف ومائتين بوزيتف ايونز بير كيوبيك سنتيميتر ده نوعات الايونزر اللي موجودة وليه يختاروا الحاجات دي بقولك السي ليفل ده البوزيتف والنيجاتيف ده مثلا كان الف ومائتين بوزيتف ومائتين بوزيتف ونيجاتيف حوالي الف عند ده في الطبيعة على ما بنوصل جوه البيوت بتاعتنا بتبقى دي الايونز اللي موجودة حاجة غير صحية فهو الايونزر ده بصفة عامة مطلوب حتى للصحة العامة ان انا بحاول من عندي جو جو على البحر كنت مستمتع به دخلت بيتي لقيت البيت الدنيا كلها ضاعة فانا بحاول ان احسن من خصائص الجو اللي عندي في البيت هل يستخدم في الديسيزز ولا لا بالتأكيد الموضوع اللي احنا شفناه اللي انا حولت الايونز الى بوزيتف ونيجاتيف ده بيخلي تنقية شوية للهو لكن مهوش افكتف جدا بالنسبة للموضوع الـ ده واحد من الحاجات اللي هي بسموه سيلينج سكريبر السيلينج سكريبر ده لو بوصيناه على الحاجات اللي محطوطة فيه بتلاقي عليه بانيل جريل بتاعته وبعد كده فيه بري فلتر عشان نشيل البارتيكلز التقيلة اللي في الجاو و بعد كده الاكتروستاتيك بريسيبيتتاةور اللي هو بيعمل لي نوع من الـ الحاجات للهوى اللي موجود وبالتالي بللم البرتيكلز على بعض وبيقتل اللي يقتله والباقي اللي بيروح بيتجمع على فين على هيفا فلتر وبعد الهيفا فلتر نتيجة انه ده بيطلع آآ كهربا فحط بعديه كاربون فلتر عشان يشيل الزون الجنوريتد وبعد كده بيخش على بايبولر ايونايزر ايونايزر تاني ده بقى عشان يحسن من من الجو العام وحاطت عليه كمان يو في لامب عشان يقتل ونشوف تأثير اليو في على الفيروس الشكلها ازاي فده كمان بيقتل ما تبقى من اللي فات من كل هذا الشيء الصراحة الفلتر ده انا شايفه من الحاجات اللي مفروض تتحط في بابليك سبيسز عندي اوفيس بيلدينج اوفيس بيلدينج ده بسحته كبيرة ممكن احط دولا سيلينج ماونتد سيلينج سكرابر في البابليك في الكافيتيرياز ده اي بارتيكلز بتعدي على تقريبا مجموعة مجموعة فلتر كتيرة جدا ندخل بقى على الالترا فيلوت الالترا فيلوت ده تعارفين طبعا الاشعة لها رادييشنز كتيرا اسموها الى A و B و C احنا بتكلم على ال C اللي هو تقريبا لغاية 280 الرادييشن بتاعه فده عبارة عن ايونايزر بيتحط سواء بيتحط في ده الايونيزر او في حاجة تانية اسمها ان روم الردياشن اللي هو بسموه يو في جي اي السيلنج تايب. تمام؟ ده بتحط في الارهن يونيت وبتحط طبعا قلنا قبل الهيبا فلتر عشان اللي يقتلوا اي حاجة يقتلها بتروح على ايه تتجمع او تتلم برضو في الهيبا فلتر يبقى انا مودي الهيبا فلتر هنا حاجات ميتة او بيتحط في السقف وبعمل الريسر كليشن ده في قلب الغرفة بتاع المريض والنوايات دي زي ما احنا شايفين كده فيها شيلد عشان الرادياشن اللي بيخرج ما يقصرشي على الشخص اللي موجود لان الرادياشن بيأثر على النفس اللي طالع على الجيوب الانفية بيعمل مشاكل تاني في الجلد لو انا زاد عن حد معين فمشان نخرج من مشكلة نطلع نوعها في مشكلة تانية فبالتالي فيه شيلد عليه بتحط ممكن تحط على الحيطة مهم ما يسموه بيسموه على بعد ما يقلش عن 2 متر ونص او 2 متر وعشرين على السقف فبيبتالي بيشيل كل المايكروبس من على الليفل عالي او بيشيل المايكروبس بعيد عن الشخص نفسه بمعنى ايه طب اللي بيطلعو الفوق الفينتليشن سيستم اللي انا هشتغل بيه احاول اخليه دايما يعمل لي ايه يعديلي الهوى على على مين على اللي هو الول تايب ده اللي فوق اللي بحطوط على الارتفاع عالي يبقى لازم يخلي يبقى هنا عرفنا كده ان لو حطيته برضو قريب من حاجة سيلنج تايب وسحبت الهوى من تحت يبقى انا بخلي الهوى يعدي على الالترا فيلوت فالالترا فيلوت من الحاجات الريكمميندد برضو من الاشري انه تحط فيه غرف حاجة تانية مهمة ان ممكن ازود الجرعة بس ما زوتهاش والمريض موجود بغير بنق المريض من مريض لمريض مريض تاني داخل الغرفة طلعت المريض الاولاني فبدي جرعة عالية جدا بتعملي ديس انفكشن للقوضة ككل وبالتالي الشخص اللي بعد كده هيجي بطفي هنزل الجرعة بتاعتي تاني وهو هطفيه فيها ولما الشخص ييجي الجديد يبقى القوضة بتاعته ديس انفكتد مهم جدا احطه برضو في مناطق زي الكوريدورز بتاع المستشفيات ليه لان انا بحاول ان انا اشيل كل ما هو فيروس موجودة في الجو بس برضو بحطه بطريقة انه ما يقصرش على الناس اللي هي المتحركة والجرعة بتاعته تكون معايرة طبعا بتطلب حسابة وحسابات وحسابات دقيقة جدا عشان ما زودش هزي الجرعة في البعض بيجيبو وبيحطو في الغرفة بيشغالو بقى بماكنة بيبقى فيه كمان هيبا فلتر موجود معاه يبقى هيبا فلتر والالترا فالي تقعد يقلبو في ايه في نفس الاسبيس نفسه يبقى عرفنا ممكن احطو في الكافيتيرياز الويتينج رومز البابليك ارياز يحسن لي من ان انا يقتل لي المايكروباد وله تأثير كبير جدا على الاسطح يعني الاسطح اكتر من الهوى لان الهوى في الاسبيس ما ببقاش لي تأثيره عالي غير لو ايه لو كمية الهوى اللي انا بقلبها في الهوى في الجو تكون قليلة عشان البرتكلز تلزق في الالترا فالوت وتموت فبالتالي مش قدر اعمل الكلام ده مع الفنتليشن الحالي اللي بيبقى موجود في الغرف لكن هو بيشيل ايه بيشيل حاجات اللي موجودة على الاسطح اي مايكروبس على الاسطح بيشيلها الالترا فالوت بتيجي على الحاجات اللي موجودة على الاسطح وبتموتها. طيب تكلمنا على ال ابر زون يو في جي اي. اللي بتحط على ارتفاع اثنين متر و عشرة وبقت متسافوا ايها على الاقل تلاتين سنتي عشان الحاجات اللي بتقيتلها تعرفت ايه. يحصل عندي بروبر فنتيليشن لحواليها. وممكن احاول ان انا احسن ده بالفنتيليشن بتاعي. تأثيره بيبقى قليل لما يكون الايري تشينج اكتر من ستة ايري تشينج. طب اقول ايزوليشن روم ده كام ايري تشينج. هنتكلم فيها بعد كده انا بتوصل اتناشر ايري تشينج. فبالتالي تأثيره مع الكمية الهواء الايري تشينج الايه العالي. او تأثيره الكبير لما بحطه فين في الدكت سيستم. الريكمنديشن. حطه في جيراني يوز ايريا. استخدمه مع الهيبا فلتر لكن ما يكونش عوض على الهيبا فلتر. لان ممكن مع سرعة الهواء مش كل حاجة هتلزق فيه. فانت ايه? هتموت شوية والباقة هيروح لمين? للهيبا فلتر. يبقى اليوفي فلتر مش ممكن تبقى سبستيتيوت للهيبا فلتر. ممكن استغل طبعا في ايه? في هوا راجع تاني اللي بيحصل له رجوع تاني للسبيس. طيب. مشاكل الاوزون ايه? كل الالكتر اوبريتر فيلتر بتطلع اوزون. الاوزون ده اللي هو الاوثري اللي هو مش اوتو اوثري. اللي هو خليتين اوكسجين واحدة بيطلع منهم بتمشي بتروح منها اوزون بيطلع منها اوكسجين بارتكل تاني بتروح مع الاوثري. هو جاز اكتر منه بارتكل. عشان كده ما يقدرش يشيله الهيبا فلتر. وما يقدرش يشيله طبعا اي ايونيزر او بيوريفاير انا بحطه في الاوضة. لان البيوريفاير ده بيطلع لي هو في حد ذاته بيطلع لي اوزون او او مقدرش يحطه معا يوفي يوفي لايت مش هيشيل الاوزون اللي طلع. طب ايه اللي بيشيل الاوزون؟ الاكتيفيتد كاربون بيشيل من ستين لسبعين في المية من الاوزون اللي هو جينيريتد. الفنتريشن ريتس والامباكت بتاعها على الافيشنسس. دي جدول موجودة نلاقيه في الاشري. بيحسب ازاي تعمل الاري تشينج. وازاي تحسب التايم المطلوب عشان توصل لالافيشنسس اللي انت عايزها دي. فلو خدنا مثلا هيبا فلتر 99.9%. هيبا فلتر ده لو عملت ازاي تشينج. فانا محتاج قدي ايه وقت. 414 دقيقة. عشان اعمل اوصل لل 99.9. طيب لو روحت الخمسين ازاي تشينج. انا محتاج كم دقيقة؟ تمانية. الايزوليشن روم اللي انا هتبتدى اشتغل عليها هي تقريبا اتناشر اري تشينج. دي الركوميندد من السي دي سي. بنوصل الى خمسة وثلاثين دقيقة. ايه ل Saatle Entertainment على الفني مستغل. وا دا جدوان مصغر متاخد من هذا الجدوى. بيطلع لي دا دا. CDC recommendation. زي ما تكلمنا عليها قبل كده الاسوليشن روم والحاجات دي المفروض ان الارتشينج بتاعها بالوضع بتاعنا ده يزيد ما يبقاش زي ما هو التكيف بيتكلم او اربعة ايرتشينج ولا خمسة ايرتشينج ولا ستة ايرتشينج في الاسوليشن روم محتاجين نوصل الى حوالي 12 ايرتشينج الاشري بقى الركومنديشن بتاعته حط نسيسري سابليمنتال فلتريشن ايه هي الفلتريشن انا عايزها المطلوبة وحط ultraviolet ventilation وحط ventilation recommended to the breathing area اللي احنا تكلمنا عليها اللي هي spot او او personalized ventilation filtering a new vg to be applied in new application وفي existing buildings upgrade الفلتريشن بتاعك حاول انك انت توصل الى 100% اذا انت للسيستمز بتاعتك والبلد بتاعتك بتسوح بكده شفنا عديد من اليونتس الجديدة اللي هي مثلا زي ال indirect evaporative cooling indirect اللي قدر منها احط 100% fresh air بانرجي قليلة يفضل ان انا استخدم systems تبقى بالمنظر ده دلوقتي ده لغاية كده احنا اتكلمنا علي ventilation قبل كده وتكلمنا علي الفلتريشن بتاعت السيستمز